نروح مع حضراتكم من أخبار النادي الأهلي لجريدة الجمهورية ورسيتنا هنا أبو القاسم ونتبع أهم الأخبار الرياضية في الصحف المواقع السوء محلياً عربياً وكمان عالمياً وحيكون معاه الأستاذ حسام الغرباوي الناقض الرياضي في جريدة الجمهورية هنا في البداية طبعاً بصبح عليكي وبصبح الأستاذ حسام جداً وفي منشط يعني عجبني قوي من الجمهورية لأنه هو بيشد النظر كده شوية منتخبنا جاهز لإفتراس الفهود أعتقد يعني مبشرة فيها طاقة إيجابية فيها كده أمل كبير هذا المنشات بيؤشر إلى فوز يعني محقق بإذن الله كمان خلينا نعرف منك التفاصيل تفضل يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر جريدة الجمهورية وأخدكم في جولة لأبرز أخبار الصحف الرياضية زي ما عودناكم دايماً وطبعاً هيكون معايا أستاذ حسام الغرباوي الناقض الرياضي عشان ينقشنا في هذه الأخبار خلوني في البداية أبدأ بعنوين الأخبار ويمكن الخبر اللي انتي قلتيه يا نهواندو من جريدة الجمهورية منتخبنا جاهز لإفتراس الفهود وأيضاً من جريدة الجمهورية في دوريات الأوروبية صراع مبكر على لقب الهداف ومن اليوم السابع عودة أول فوج للبعثة المصرية من الألعاب البرالمبية غداً وأخيراً من جريدة الشرق الأوسط رحيل رونالدو يكشف يوفنتس ويظهر حجم مشاكله طبعاً هيكون معايا دلوقتي الأستاذ حسام عشان يناقشنا في جميع هذه الأخبار في بداية طبعاً برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ويمكن حديث الساعة هو تصفيات المؤهلة لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين وبالتحديد طبعاً مباراة مصر غداً أمام أنجولا أهلاً وسهلاً بحضرتك وجميع الإخوة في الستوديو طبعاً إحنا بنتمنى لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسان البادر أنه يفوز بالمباراة القادمة إن شاء الله لأن ديها تبقى دفعة قوية في مشوار المنديال بإذن الله وطبعاً إحنا الحمد لله أن أول مباراة هتبقى هنا في القاهرة بإذن الله وإن شاء الله بنعتبر بقى أن الأرض بإذن الله بتلعب مع فريقها أو منتخبها وبنتمنى طبعاً الفوزه هو ده اللي البادري طلبه من جميع اللعبين ضرورة تركيز جداً طبعاً درسوا المنتخب المنافس بشكل قوي عرفوا طبعاً كالمعتاد العناصر القوية اللي موجودة فيه وطبعاً بيبقى أهم حاجة بنلاقي أن الفرق الأفريقية بتتميز به القوى البدنية والسرعة وده طبعاً اللي طبعاً حطوا في احتسابه الكابتن البادري فيه الخطة إن شاء الله اللي هيواجه بيها المنتخب المنافس وطبعاً طالب جميع اللعبين بدرورة التركيز خاصة في التمركز الدفاعي لعدم خلق مساحات خلفها مبينة وبالتالي طبعاً التأثير على منا بشكل سلبي وده طبعاً ده إحنا مش عايزينه خالص وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنقاذر منتخب النوطن الجميع الشعب مصر ومنستنين بصراحة المبارات اللي إحنا وحشنا بصراحة منتخبنا إن إحنا نشوفه إن شاء الله بإذن الله يفوز بيها ويتبقى دفعة قوية للمبارات إن شاء الله يوم خمسة بإذن الله القادمة وده بندعيله طبعاً هو يفوز بيها ويحرز أكبر عدد ممكن من الأهداف بحيث إن هي تبقى دفعة قوية للمشوار التصفيات وإن شاء الله نبارك له بالفوز إن شاء الله نروح بقى مع حضرتك على الدوريات الأوروبية ويمكن زي ما قلت فيه صراع إيجابي في الدوريات الأوروبية على لقب الهداف يمكن بين ليفندوفسكي، إمبافي، أنتونيو ويمكن أربعة كمين بيتقسموا في اللي يجي على صدارة الترتيب طبعاً دور الأوروبية طبعاً هو من الدوريات القوية جداً الجميع دول العالم بتشاهد وإحنا طبعاً بيبقى خاصة اللاعبين المميزين الهدفين بيبقى طبعاً الكاميرات عليهم والمشاهدين بيتابعوهم بيشوف القوة بيقرنوا ما بينهم ومن بعض لإشعال المنافسة طبعاً ليفندوفسكي من اللاعبين المميزين جداً مع بايرن وقدر طبعاً هو يجعل بايرن متصدر الدوري بخمس أهداف بنيجي بعد كده بنلاقي مثل زي إمبابي في باريس سان جرمان وقدر أنه رغم أنه في بداية البطولة ما كانش واضح بالشكل أو المنتظر منه لغاية لما قدر في خلال ثلاث مباريات متتالية أنه هو يحرز أكتر من هدفها بيخش المنافسة بأربعة أهداف وفي نفس الوقت برضو نجم فريق لاتسيو قدر أنه هو برضو يخش المنافسة مع هؤلاء اللاعبين المتميزين بأربع أهداف وأخيراً ميشيل أنتونيو فريق الإنجليزي دخل بنفس الأهداف وطبعاً ده بيزيد الصراع والقوم بينهم من بعض وطبعاً أخيراً لأول مرة طبعاً ميسي ما بيظهرش طبعاً مع فريق المعتاد وطبعاً بيخش أربع نجوم جدد داخل المنافسة بنفس الأرقام وده طبعاً هيخلي البطولة هتشتد ولكن احنا مازلنا في المراحل الأولى لهذه البطولة وأكيد هنشوف بإذن الله أكيد متعة أكتر وإصارة أكتر من خلال المنافسة بما بين هؤلاء الهدفين اللي بيمتعوا جميع بصراحة مشجيع العالم بركولر أربية هل سنبقى نتكلم مع حضرتك عن دورة الألعاب الفرالينبية طبعاً بعض من أبطالنا هيعودوا غداً إلى مصر ويمكن يحققوا ست مدليات متنوعة فضية وبرونزية يحرك شايف ده إزاي؟ والله يشوفوا ده إنجاز كبير جداً ليهم يعني أنا باعتبرهم هم أبطال فوق العادة أنا باعتبرهم أبطال أكتر حتى من أنا مش عايز أقول أصحاء وغير أصحاء لأنه هو ممكن يبقى صحيح وغير منتج أو غير إيجابي سواء لوطنه في أي مجال من المجالات إنما هم بصراحة قدروا أن يحققوا المعادلة الصعبة زي ما يقولوا على فكرة المعادلة الصعبة كانت المراضة لأن تأخير البطولة لعام كامل أثر بشكل كبير جداً سلبان عليهم وفي مقدمتهم بطالنا شريف عثمان على فكرة شريف عثمان أنه جاء له أصابة في الكتف قبل البطولة بشهر كامل على فكرة فضل أنه هو بيعالج بإعلاج مكسف وفي رغم أن الدكتور الخاص بي قال مش هاصلح أن أنت تنافس لأن طول عمر الشريف بينافس على الزهقيات ولكن طبعاً اضطر أن هم يعني يخلوه جنب مركز التأهيل الخاص بي إلى فيه فندق معام بعيد عن المركز المعادلة الأمبي بعيد عن الأبطال أبطالنا أبطال البعثة ولكن عشان إعداء ووادينا شوفنا الحمد لله نقدر يقدم فضية وطبعاً هو ما كانش مسد إحنا طبعاً كل الناس فكرت أنه ممكن شريف ما يحققش مدات ولكن الحمد لله بنيجي طبعاً البطلة فاطمة عمر عندنا رحاب أحمد عندنا طبعاً هاني عبد الهادي محمد صبحي كل دول قدموا ما بين الفضيات والبرونزية وده طبعاً بنعتبره يعني وسام فخري ليهم والمصر على فكرة أنه رغم الظروف الصعبة دي قدروا أنه هم يبهروا العالم ولا ننسى طبعاً إبراهيم حمددته طبعاً بطل مصر في التنس الأبهر اليابانيين بإزاي بكتور الرغم أنه بدون زرعين قدر أنه إزاي هو يستخدم المضرب وبشكل احتراف كبير جداً وغيرهم وحتى مثلاً بنتنا ملك يعني 18 سنة في السباحة لأول مرة بتشارك بنوطة صغيرة ما فيش الخبرة كبيرة لكن قدرت أن هي تظهر بشكل محترم جداً فكل التحية والتقدير ليهم وأنا بدعي جميع الإعلاميين وطبعاً الدولة كده كده لا تألو جهداً في مؤذرتهم إن احنا نقف بجانبهم وإن شاء الله أنا متوقع لأنمبيات القادمة إن شاء الله هنحقق ميداليات أكبر من كده بعد ما يكون العالم استقر وإن شاء الله الفيروس ينحصر مهما كانت تحورات يعني إن شاء الله وكل التحية والتقدير ليهم أخيراً يا أستاذ حسيم عايزين بقى نتكلم عن يوفينتس يمكن في المباراة الأخيرة يوم السبت ظهر مشاكل كبيرة جداً عند فريق يوفينتس غير طبعاً افتقادهم لكريستيان ورونالدو لا شك إن كريستيان ورونالدو من السوبرستار اللاعبين على مستوى العالم وشيء طبيعي أنه هيترك يوفينتس ويمشي طبعاً ده شيء طبيعي أنه بيبقى عنده رغبة في الاحتراف والتنقل والتنقل إلى أفضل أنديها رغم أنه كان باقي من عقده الغات 22 ولكن طبعاً لرغبته الكبيرة وفي نفس الوقت إن يوفينتس كان طبعاً عنده مشكلة في الموارد المالية فطبعاً بقاءه كان يبقى صعب على النادي أن يقدر يحقق الميزانية أن يقدر يتعقد معه ويمد العقده طبعاً هذا ظهر في المباراة الأخيرة إيموبيلي طبعاً قدر أنه يتفوق على يوفينتس لأنه طبعاً ما كانش في حالته الطبعية وحتى اللاعبين اللي هو قدر يتعاقد معهم واللي هم هيعتبروا حجر الزاوية في المستقبل بإذن الله ما كانوش بالمستوى اللي هو المطلوب معاً ده كيزاً اللي هو قدر أنه يهاجم ويظهر بشكل معين ولكن بقية اللاعبين ما كانش على المستوى وطبعاً ده بيضع على عاطق دبالة ومراطة أنه هم يكملوا مشوار التهديف وأنه هم يقودوا الفريق للأفضل وطبعاً بيحاول المدير الفني أنه هو تعاقد مع البوسني ميرا ولكن طبعاً ده بعد ما هيقدر يوفر الموارد المالية من خلال بقية إما عدم التعاقد أو التخلي عن بعض اللاعبين منهم مثلاً على سبيل المثال رامزي أنه هو مش مظهرش بالشكل المطلوب ولكن هي ده كرة القدم والاحتراف وإن شاء الله أكيد هم من خلال الخبر هقدر أتعاقد ولكن طبعاً لعبنا الكبير كيستيانو هو طبعاً أثر بشكل سلب جداً لرحيله ولكن ده طبيعة كرة القدم بشكر حريطة جداً أستاذ حسام ده كان لقائي مع أستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي والكاتب الصحفي ودي كانت جولتنا الصحفية اليوم العودة لكم مرة أخرى في الستوديو أنا هشكرك جداً وحشكر كمان أستاذ حسام النقد الرياضي المتقلق حقيقي والصحفي الكبير ترجمة نانسي قنقر